في خضم الشد والجذب الإقليمي والدولي بشأن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة يروج الكيان المحتل لفكرة فصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه معادلة سياسية يراد فرضها في غزة ولا تشمل المقاومة الفلسطينية كجزء فاعل في قطاع دمر أكثر من نصف مساحة أرضه الكلية وتصدى لأعتى حملة عسكرية صهيونية مدعومة غربيا فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة سوى الدمار وقتل وتشريل السكان العزل الإعلان عن مخطط تقسيم غزة سرب عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تل أبيب ولقائه مسؤولين صهاينة حيث تتحدث مصادر صحفية عن توافق أمريكي إسرائيلي على أن تزور بعثة أممية مناطق شمالي غزة لتقييم الأوضاع هناك وعلى أساس هذا التقييم سيحدد ما ينبغي القيام به للسماح للسكان النازحين بالعودة إلى منازلهم بشكل آمن شمالي غزة توافق قوبل بتوجس من قبل فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس التي تتخوف من احتمالية فصل شمال غزة وإقامة منطقة عازلة بين القطاع ومستوطنات غلاف غزة في الشمال عن طريق إقامة منطقة ذات إدارة دولية منفصلة ليصبح القطاع منحصرا فعليا في الوسط والجنوب فقط ما يعزز تلك المخاوف بحسب مسؤولين فلسطينيين هو التقرير الذي من المقرر أن تعده البعثة الأممية عن الوضع في مناطق الشمال شديد السوء من حيث الدمار وانهيار البنية التحتية وغياب مظاهر الأمن والخدمات وبالتالي إيجاد مسوغ لوضع اليد دوليا على شمال غزة باعتبارها منطقة صراع منكوبة ويؤكد خبراء في الشأن السياسي أن بلينكين لم يستطع إقناع أحد بخطته حيث أن المقاومة ترفض أي حل سياسي لما بعد وقف الحرب لا تكون هي طرفا فيه في ظل التحركات الأمريكية باتجاه إخراج المشهد الأخير على قاعدة تحقيق وضمان الأمن لإسرائيل